انتشرت الساعات اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار بتأكد ظهور الفنانة عبلة كامل في برنامج صاحبة السعادة اللي بتقدمه الاعلامية والفنانة اسعاد يونس في ليلة راس السنة والاخبار دي صار الجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا ان عبلة كامل غيب عن المشهد الفني من سنين وسط تأكدات من اكتر من جهة انها اعتزلت التمثيل خلاص ومش هتشارك مرة تانية في اي عمل فني او مناسبة واتضح ان كل اللي تم تدوله عن ظهور عبلة كامل ليلة راس السنة مع الفنانة اسعاد يونس مالوش اي اساس من الصحة والمنتج جمالي العدل كشف خلال حواره في برنامج حبر السري حقيقة عودة عبلة كامل للتمثيل وقال عندي توقع اقرب للمعلومة ان عبلة كامل مش هتمثل تاني ومش بكلمها لكن احنا اخوات وصحاب جدا وبقالها فترة طويلة بطلت تيجي الشركة عندنا لكنها ما قالتش اي حاجة واضاف العدل ان عبلة كامل زارتهم في الشركة من كم سنة كده وحس وقتها انها مش هتمثل مرة تانية من غير ما تدلب اي تصريحات او تأكد وتنفي حاجة ووضح ان عبلة كامل فعز ما كانوا بيمثله مع بعض صعب جدا تعرف تكلمها في التليفون وترد وقال كمان ان عبلة كامل مفيش اجمل منها وليها خصوصية وانسحبت في هدوء ونبل كبير وما هنتش حد وعمرها ما قالت ان الفن حرام وفي اخر اعمالها كانت محجبة وهي فنانة خاصة جدا وما فيش حد شبهها ايه رأيكم نعرف اكتر عن عبلة كامل وحياتها اسمها عبلة كامل محمد عفيفي اتولدت في 17 ستمبر سنة 1960 في محافظة البحيرة في مصر واتخرجت من كلية الاداب سنة 84 علشان تبدأ بعدها مسيرتها الفنية واشتهرت عبلة كامل بادوارها المتنوعة والمختلفة فبدأت مسيرتها الفنية من خلال المصرح الجامعي وتحديدا من خلال احد العروض المصرحية اللي قدتها بعد الجامعة بحضور المخرج الكبير يوسف شهين اللي قدم لها اول العروض الفنية الجدية وتولد بعدها اعمال عبلة كامل الفنية واستقبول جماهيري رهيب وتنوع دائم وابتقار متجدد للشخصيات الكوميدية والاجتماعية والدرامية وده عمل لها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا على امتداد الوطن العربي اتجوزت عبلة كامل من الفنان المصري احمد كمال في بدايتها الفنية وانجبوا بناتهم زينب وفاطمة بس الجواز ده مدمشوا وانفصلوا وفي سنة 2003 اتجوزت عبلة كامل للمرة التانية من الفنان محمود الجندي وكانت فترة الجواز قصيرة استمرت لسنتين بس وفي سنة 2005 اعلنت سناء انفصلهم والفنانة عبلة كامل مقلة جدا في ظهورها الاعلامي فمش هتلاقلها اي تصريحات صحفية او مقابلات اعلامية الا اولاي الاوي وكمان عبلة كامل ما عندهش اي حساب رسمي موثق على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وفي ابريل 2005 لبست عبلة كامل الحجاب واعلنت التزامها بيه ولسه لبسها لحد دلوقتي وانتشر في سنة 2019 اخبار عن اعتزالها للتمثيل والخبر ده اغضب متابعيها والجمهور المصري بشكل عام وبسبب غياب الفنانة عبلة كامل عن الصحفة والاعلام اضطر الفنان المصري احمد كمال والزوج السابق للفنانة عبلة كامل انه ينفي الخبر وفي سنة 2020 تدولة بعض الصحف والمواقع خبر مرض الفنانة عبلة كامل بالسرطان وبنفس الطريقة خرج الفنان احمد كمال وصرح انها بصحة جيدة وهترجع للفن لما تلاقي سيناريو مناسب وبداية عبلة كامل الفنية كانت في مصرح الجامعة لحد ما جت لها فرصة المشاركة في احد الافلام السينمائية بفضل المخرج يوسف شهين فكان فيلم ودعم بونابارت اللي تعرض سنة 1985 وفي نفس السنة شاركت في الجزء الثاني من مسلسل الشهد والدموع وفيلم الطفان والحقيقة ان عبلة كامل عملت كمية اعمال مهولة هنذكر بس اهمها ففي سنة 1987 شاركت في الجزء الاول من مسلسل ليالي الحلمية بدور رؤية البدري تمرت في اداء الدور ده لمدة خمس اجزاء وفي سنة 1989 شاركت عبلة كامل في فيلم سيداتي انساتي وصراع الاحفاد وجسدت دور ثانية في المصرحية الكومودية وجهة نظر مع الفنان محمد صبحي وفي سنة 1990 شاركت في فيلم اسكندرية كمان وكمان وفي سنة 1991 ظهرت في دور توقة من خلال مسلسل ضمير قبل حكمة وبعدها جسدت دور رؤية الملكي في الجزء الاول من مسلسل المال والبانون وفي سنة 1994 عملت بس الفيلم السينمائي سواء الهانم وقامت بدور عواطف وفي سنة 1996 كانت مشاركتها الابرز من خلال مسلسل لان اعيش في جلباب ابي بدور فاطمة كشري وجذبت من خلال اداءها في المسلسل ده عدد كبير جدا من الجمهور المصري واقنعت كتير بموهبتها وظهورها القوي وبعدها شاركت في مسلسل هوانم جاردن سيتي بدور شكران الشازلي وفي سنة 1998 شاركت في مسلسل امرأة من زمن الحب في دور لبيبة بالاضافة لمشاركتها السينمائية في فيلم هستيريا في دور وداد وتجسدها لشخصية تحية عبد الناصر في فيلم جمال عبد الناصر وظهرت بشخصية جليلة في المسلسل التلفزيوني حديث الصباح والمساء سنة 2001 وفي 2002 عملت مسلسل اين قلبي بدور وصال وكمان عملت فيلم اللمبي اما في 2005 فجسدت شخصية رايا في مسلسل رايا وسكينة وفي 2013 كان لها مشاركة وحيدة في الجزء الاول من سلسال الدم وتبع التجسيد الشخصية دي على مدار خمس اجزاء متتالية وعابلة كامل حصلت على جائزة افضل ممثلة في المهرجان القومي الرابع للسينما عند رايا في فيلم هستيريا ومن اشهر اقوالها انا بحب التمثيل جدا والفن ده مهم جدا للامم وكمان لما تسألت عن موهبتها قالت مسألة الموهبة دي مقدرش اتكلم فيها مش انا نلاقول اذا كان فيه موهبة او لأ موسيقى موسيقى